نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب عند من كل الهضاب في صليل لصار تحت رايا الآن التمس من السيد الفاضل الشيخ جاسم عبد الله الجاسم حفظه الله ورعاه من جمعية قطر الخيرية مع ضعفه تحمل مشاكل فجزاه الله خيرا في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وجدنا علمه بعدما سمعنا ورأينا بأم عيننا ولم نصدق ما رأيت بداية اعتقدت عندما جاءتني الدعوة لزيارة الجامعة ما كنت عرفها من قبل زرت الهند كذا مرة ولنا مشاريع لقطر الخيرية في عدة اماكن في الهند لكن هذه المنطقة لم نتشرف تجارتها خطلتنا قلنا خلنا نشوف بهم معينة ما عند الأخوة من عندما جئنا تفاجأنا فعلا كما تفاجأ الغير ولا أريد أن أكرر ما سمعناه لكن شيء معجزة أن نرى هذا العمل الجبار الذي بدأ بابتدائية أو طلاب بابتدائية إلى أن وصل هذه المرحلة من الجامعة ولولا إخلاص الإخوان في هذا المشروع ولا نزكي على الله أحد لما وصل هذا المشروع لهذا المستوى الذي نرى ونحسب أننا قد نكون مقصرين في دعم كثير من المشاريع الإسلامية في كل مكان ومنها الهند لأننا كما يصل إلينا من معلومات من بعض الأخوة في الجمعيات المماثلة هنا وهنا فنبدأ بزيارتهم ونلقي الضوء على ما يحتاجونهم من بعض المساعدات لكن مجال التعليم مغيب مجال التعليم تركيزنا على الإغاثة تركيزنا على الأيتام أما التعليم فالآن بدأت بوادر الصحوة الإسلامية نقول لها في بعض الجمعيات الخيرية وبعض الدول بأن تهتم بالتعليم في الدول الفقيرة كالهند كأفريقيا كبعض الدول في آسيا هم فعلا بحاجة إلى تعليم إلى رفع شأن مستوى العلمي بين المسلمين حتى ترجع لنا قوتنا وترجع لنا سيادتنا في هذه الدنيا ولا أطيل أن أطيل فأستهج الفرصة لأشكر الإخوة على حسن الضيافة وعلى التكريم وأشكرهم على هذا الجهد الجبار الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ويجزيهم خير جزاء عن المسلمين والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر